موسيقى بتبعات الحال تبعت يعني أعتقد كغير من المسلمين أو من المواطنين في كل مكان بقلق شديد يعني ما يحدث في فرنسا بتبعات الحال عملية الإرهابية التي نندد بها ونستنكرها وأنها يعني عمليات إجرامية يعني يقوم بها أفراد ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى الإسلام والمسلمين باسم الإسلام وهذا ما زاد يعني من القلق ومن تعقد المشكلة فبتبعات الحال كمسلم يبعد أن نتحرك على واجهات متعددة من الاستنكار مثلا في البداية لأنه لابد أن نستنكر هذا الحدث الإجرامي الدموي يعني الشنيع ولكن أيضا من أجل تحسيس يعني بقية الفاعلين الدينيين من أجل العمل على وضع حد أعتقد ليس وضع حد لنا ليس به دينه ولكن على الأقل منع من يتحرك أو يقوم بعملية إرهابية باسم الدين باسم الإسلام أو باسم أي إيديولوجيا بالنسبة لنا كمسلمين النفس الإنسانية مقدسة وأعتقد الكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بخلقه وكرمه بأنه نفخ فيه من روحه وكرمه أنه استخلفه في الأرض فهذا الذي يعني استخلفه الله في الأرض ونفخ فيه من روحه وكرمه يستوجب مننا جميعا أن نحترمه وأن نحترم حياته وأن لا نضيق عليه لا في حرياته ولا في حياته ولا في قناعته ولا في ما ينتمي إليه من دين أو ثقافة إذن بطبعة الحال متابعة كما قلت بقلق شديد نتمنى أن لا تساهم في إحداث شرخ بيننا وبين الغرب وأن لا يكون هناك مزيد من سوء الفهم بيننا وبينه الرسوم الكاريكاتورية حدث وقع منذ سنوات وقد بطبعة الحال في حينه تقلق ردود فعل عنفة من قبل العالم الإسلامي ولا زالت يبقى أنها تتم في إطار حرية التعبير التي يتم التعبيرها الجميع من الصحفيين وغير الصحفيين ويجب أن نحترم هذه الحرية لكن كما قال الرئيس شراك وكما قال قبله الرئيس ميتيرون هذه الحرية لابد أن تكون مقرونة بالمسؤولية فلا داعية لممارسة حرية قد تؤدي إلى جرح وإحداث ألم عند مليار ونصف من الناس إذن أعتقد هذه الحرية لابد أن تقاس بميزان الألم أو قدر الألم الذي تحدثه عند الناس الآخرين أشير أن الرسوم الكاريكاتورية فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجدت في الغرب منذ القرن الثاني عشر ليست تولدت اليوم والإمكان موجودة منذ القرن الثاني عشر وتعمل معها المسلمين بكل أريحيتين عندما أقول أيحية أننا لسنا في حاجة إلى إعلان حرب على من يرسم الكاريكاتور وإنما يجب أن نعبر عن رفضنا وأن نواجهه بنفس الأدوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته كانت ترسم ليست ترسم بالكلام كان يقال أنه مجنون يقال أنه ساحر يقال أنه شاعر يقال عليه كثير من الأمور وأنه طلب من شاعره من حسان بن الثابت أن يقابل الهجو بالهجو يعني عندما كان يهجى فكان يطالب من حسان أن يرد عليهم شعرا فلم يعلن حربا ولم يقول أن ما يقومون به لا يجب أن يقومون به وإنما رد عليهم بنفس الأسلوب وبنفس الأدوات أو إذا كنا بنفس السلاح المعرفية أو الفنية إذن رسم كاريكاتوري لا يجب أن يؤدي بنا إلى أعلان حرب على أحد نحترم حرية التعبير ولكن نطالب أن تكون مقرونة بروح المسؤولية أعتقد من أجل تجاوز هذا الفهم لابد أن نلتج إلى إنتاج المعرفة هذا السؤال الفهم اليوم ناتج لأن هناك عدم المعرفة لدى كل الفريقين ما يتعلق بالمسلمين أولا ليست لهم معرفة شاملة بدينهم لهم معرفة جد جزئية فرضها التوجه الإيديولوجي معين موصوم بما نسميه السلفية أو الوهابية هي التي فرضت نمط تديون جعلت منه دين هذا النمط لا يستطيع أن يقدم أجوبة الملائمة للغرب كذلك المسلمين لهم معرفة قليلة بالغرب يعني من حيث سيرورته التاريخية وخاصة علاقة المجتمع بالدين ولماذا هناك تشنجات لعلاقة المجتمع بالدين إذن لا يستطيعون أن يكونوا في الوقت الراهن مخاطبين يعني قادرون على تبليغ صورة حقيقية للإسلام وإقناع المجتمع بها المجتمع الغربي أو الفرنسي بالدات على الرغم من توفره تاريخيا على معرفة دقيقة بالدين الإسلامي عندما كان هناك مستشركون يعني جاك بيرك الذي ترجم القرآن دونيس مالسون التي إذن ترجمت القرآن يعني مستشرقين آخرين يعني يستجوا معرفة حقيقية في العم أصبح الآن يكتفي بمراقبة الضواهر التطرف يعني الإنكفاء على الدات القضية الأحياء الهامشية دراسات يقوم بها بعض السوسيولوجيين أو بعض الصحفيين الذين يقدمون أنفسهم كخبراء ليست هناك معرفة حقيقية بالدين الإسلامي فبالتالي تتم قراءة الإسلام انطلاقا من التجربة التاريخية للغرب يعني انطلاقا من الكاثوليكية لتتم عملية إسقاط إذن أنا أقول أن هناك شرخ إبستيمولوجي بين الإسلام والغرب يجب أن نعمل على رضمه بإنتاج معرفة حقيقية توصل سواء كمسلمين إلى معرفة أولا حقيقية بذاتنا إن الذات الإسلامية متعددة ومتنوعة ليست قاصرة على توجه الوهابية وإنما فيه نماذج النمات للتدين كنمات المغربية التي يحمل مبادئ إنسانية عالية التي تتسق مع النموذج العلمي الفرنسي أو الأوروبي أو الغربي بصفة عامة إن النموذج المغربي الذي يتميز بحفاظه على التعدود والتنوع إمارات المؤمنين ليست للمسلمين فقط وإنما لجميع المؤمنين من اليهود والمسيحيين والمسلمين أيضا الإرث التاريخي أو الخبرة إذا قلنا الخبرة التاريخية التي يتوفر عليه المغرب أن لم يكن هناك أولا أي صدامة للديانات في المغرب أو حتى في الأندلس وإنما كان كل يمارس تدينه في إطار من الاحترام يعني للآخر حتى استطعنا أن نبني نموذجا نموذجا ثقافيا بين المسلمين واليهود لازال موجودا إلى اليوم وفيه كثير من الأريحية وكثير من الاحترام وكثير من القبول بالطرف الآخر إذن من أجل رضم هذه اللي هو التي تفصل بيننا وبالغرب لابد من العمل على إنتاج معرفة دقيقة بكل التفاصيل والمفصلات التاريخية للآخر ولن كذلك كمسلمين بتابعة الحل من المتطرف أو من ينسب نفسه إلى الإسلام ولكن متطرف أيضا هؤلاء يعملون على كما قلنا تعميق الهوة التي تفصل بين الطرفين إذن يستغلون هذه الظروف وأعتقد المتطرفين يتغدون من بعضهم البعض يعني التطرف سياسي الإيديولوجي في الغرب يتغدى على الأعمال المتطرفة والإرهابية التي يقوم بها بعض من ينسب نفسه إلى الإسلام إذن لابد أن نقف في وجه يعني كل المتطرفين سواء كوندينيين أو إيديولوجيين نحن كمجلس بتمتبات الحال يعني كانت نقطة أساسية لاشتغال على الدين في أوروبا منذ بداية المسجد 2009 أقمنا أول مؤتمر حول الإسلام في أوروبا والوضع القانوني تسألنا عن الوضع القانوني ما هو الوضع القانوني لإسلام وهو ما يشكل ليوم تحدي كبير لأن الدول الأوروبية عندما قمت بالتشريع فيما يتعلق بالدين خاصة القانون الفصل 1905 يكون المسلمون موجودون أنا ذاك في فرنسا مثلا إذن حاولنا أن نشرح القضايا القانونية ما هي المرونة التي تتمتع بها القوانين الفرنسية لاستيعاب هذا الوفيد الجديد الذي هو الإسلام بطبيعة الحال من الناحية القانونية لم يكن هناك أي مشكل ولكن لاحظنا أن المشكل يكمن في انعدام الرغبة السياسية لدى الفاعل السياسي هو الذي لا يريد أن يعطي تراخص لبناء المساجد أن يعطي تراخص لإيجاد مقابر أن لا يعطي تراخص مثلا للمرشدين الدينيين لا في السجون ولا في المستشفيات إذن تمكين المسلمين من ممارسة ديانتهم بحق وحقيقة إن ليس نعم قانون الفصل شيء جميل جدا الحيادية الدولة شيء جميل العلمانية شيء جميل الدستور الفرنسي أيضا شيء جميل ولكن لاحظنا أن هناك أيضا هو تفصل هذا القانون عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه الجاليات أنه ليس هناك تطمق لهذا القانون إذن هذا يشكل أيضا أرضي خصبة فقمنا بثلاث مؤتمرات يعني من 2019 حتى 2011 و2010 2010 طرحنا سؤال حول الإسلام في أوروبا أي نموذج هل الإسلام له قدرة على التأقرم لأن كانت له تقاليد وتاريخ أن يعيش في بلدان أغلبيتها من المسلمين لأن أصبح يعيش في بلدان هو أقلية هل لديه قدرة للتأقلم مع الوضع الجديد هل لديه قدرة على الإتيان بأجوبة جديدة التي تروح عليه في تلك المجتمع إن قضية المجتمعات الغربية تتسيم بالعلمانية تتسيم بالديمقراطية تتسيم بحقوق الإنسان تتسيم بمساوة بين الرأي وجرور نرجع مرأة تتسيم بالحرية المعتقد إلى آخره هل الإسلام له القدرة لاحظنا كذلك أن الإسلام له هذه القدرة على التكييف وعلى التأقلم ولكن لا يتوفر على كفاءات معرفية قادرة على استنتاج هذه الأجوبة انطلاقا من الموروث التاريخي للمسلمين إذن دعونا في مؤتمر ثالث وقمنا في أوروبا مع المجلس الأوروبي إلى ضرورة تدريس الإسلام وتكوين الأطر هذا المفتاح بالنسبة لنا لنتغلب على هذا الفهم اليمن المتطرف أن لا بد أن نعمل على تكوين أطر لها تكوين إسلامي راسل ولكن لها تكوين أيضا في كل ما يتعلف بالمعارف المعاصرة المعارف الموجودة الآن التاريخ تاريخ الأديان الإبستيمولوجيا علم اللسانيات الفلسفة النقد إلى آخره ودعونا إلى إيجاد مشروع إسلامي له ربما توسع فيه له ثلاث محاور أساسي يعتقد أنه كفيد بردم الهوى وإزالة فتير الصراع بيننا وبين الغرب انطلاقا من نموذج مغربي عن طريق شخصيات مغربية معروفة في الغرب شخصيات تاريخية معروفة أنتجت معرفة يمكن اليوم أن نستعملها جسر للمرور إلى الآخر وأن نبلور مشروع إسلامي للغرب المحور الأساسي الأول هو المعرفة المعرفة وأنا أتحدث عنها في شخص ابن خلدون الأندلسي الذي ينتمي إلى الغرب الإسلامي والذي ينتمي إلى هذه المدرسة المغربية المالكية لأنها كان مفتي المالكية في مصر إذن المعرفة صاحب كتاب العبار والتاريخ يعني معروف بمؤسس علم الاجتماع ومعروف بأنه التاريخ ولكن أيضا أنه مفتي ومعروف في الغرب وممكن أن نستعمل المعرفة بمعنى أن ننتج معرفة العنصر الثاني والمحور الثاني هو العقلانية والحس النقدي لابن رشد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أنها إضافة إلى أنه فيلسوف لكن هو أيضا فقيه وينتمي إلى هذه المنظومة أو هذه المدرسة المالكية فقه مالكي يعني ينتمي إلى المدرسة التي نحن ننتمي إليه والعنصر الثالث أو المحور الثالث هو ابن عربي التصوف أو البعد الروحي أيضا ينتمي إلى هذه المدرسة المدرسة المالكية إذن انطلاق من هذه المدرسة يمكن أن نصيغ نموذج للتدين يصلح لأن يتبع في الغرب وأن لا يكون هناك أن يكون متوافق مع كل المبادئ الإنسانية التي الآن وسط المجتمع الغربي وبهذا يمكن أن نضح حتى لهذه الاستعمالات الإيديولوجية التي يلجأ إليها اليمين المتطرف من أجل زرع الكراهية والعنف ضد الإسلام والمسلم